اشتركوا في القناة وانتهي خلو المسار تقريبا ساعة 2 و 10 دقائق بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة 14 دقائق بيكون هيك استقر القمر في برج الجوزاء وانهى خلو المسار طبعا راح يكون معظم اليوم في منزلة الهنعة هاي المنزلة ممتازة جدا للمحبة والخير والقبول يعني بمعنى اخر يوم راح يكون ان شاء الله ممتاز لو لا انه في المسار راح يكون في زاوية شوي ضاغطة علينا بس نوصل للزوايا ان شاء الله راح نشرحها طبعا التأثير العام على جميع الابراج لما بكون القمر موجود في برج الجوزاء في هاي الفترة احنا بننشط في الاتصالات بيزيد علينا او بيغلب علينا عنصر الحركة والنشاط وهذا الاشي بلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية اللي بيصير شوي انه الناس بيصيروا شوي متقلبين بافكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد بيصعب علينا تصديق اي وعد او اي كلمة تقال بهاي الفترة اهم اشي انه علينا انجاز اتصالاتنا المهمة من رسائل ومن مكالمات ومن اتصالات ومن تواصل مع الناس هاي الفترة ممتازة للانضمام لدورات دراسية او تعليمية لتعلم لغة جديدة او الانضمام العضوية لنادي او مؤسسة تعليمية زي ما حكينا انه خلو المسار مستمر لغاية الساعة 2 و10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج يعني بتظل هالفترة مستمرة انه هاي فترة سلبية لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطبي او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل المعتاد او العمل اللي احنا بدأنا فيه ما قبل خلو المسار بعد الساعة 2 و10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بيكون القمر استقر وبدأ يعمل اول نشاطات لالو اول زوايا لالو بتكون ممتازة اول زاوية رح تكون هي زاوية بين كوكبين كبار الزاوية هاي رح تكون زاوية تزديس ايجابية بين الشمس ونبتن في تمام الساعة 6 و21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب خصوصا في المجالات الفنية والابتكارات وبتزيد من قوة الحدس عنا اما الزاوية الثانية اللي رح تكون في ساعات المساء يعني تقريبا بحدود الساعة 7 و5 دقائق مساءا بتوقيت جرينيج رح تكون بين القمر والمريخ وهاي زاوية التقابل زاوية سلبية هاي الزاوية بتخلق عنا شعور بالملل من اي عمل روتيني بنكون اكثر حاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى احنا منتحرك اتجاهه او بنعمله يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعاد نشاطنا من جديد اللي بكونوا محبطين عاطفيا في الفترة هاي بتوروا ثورة عارمة وبيعصبوا كثير وبينفعلوا كثير وبدخلوا في مرحلة غضب شديد طبعا خلو المسار القادم رح يكون يوم 8 واحد بيبدأ الساعة 10 و 15 دقيقة مساء وبيستمر لليوم الثاني يعني اليوم 9 واحد تقريبا الساعة 48 و 43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني رح يكون طول المساء من العشرة يعني بتوقيت الاردن من الساعة 12 ربع بعد منتصف الليل لغاية الساعة 10 و 43 دقيقة بتوقيت الاردن بعدها بكون القمر انتقل لبرج السرطان بالنسبة للقمر القمر هو احدب عمره 12 يوم لغاية الساعة 12 الظهر او 12 دقيقة بتوقيت جرينيج بصير دخل في اليوم الثلاثة عشر ونسبة اضاءته بتكون 85% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من ساعات الصباح صباح اليوم بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات بكون يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة او بكون عندكو نوع من انواع التعامل مع اخ اوجر اهمش انك تكون عنصر ايجابي ما تتسبب للنفور للاشخاص اللي موجودين حواليك تفهم الاخرين وخليك شوي هادي ما تعصب ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوي كرر المحاولات السابقة اللي كانت مش ضابطة معك وما تستسلم اهمش انك تدير بالك من السرعة ومن سوء التفاهم برج الثور راح تكونوا نشطين مع هيك ما تبادروا باي عمل جديد لانه فترة تخلوه مسار خصوصا ما قبل الصباح واصلوا الاعمال اللي انتو كنتو شغالين فيها لغاية ساعات الصباح بعديها بصير هذا اليوم في كثير فرص لها علاقة بالفرص المالية وممكن تكون هاي الاشياء او الفرص اللي جايه مفاجئة تدخل تحسين على ميزانيتكو تنشطه في الاتصالات والزيارات وبتهتمه للترويج لخطة او القيام بزيارة اهمش انك تتشجع هذا اليوم وممكن تعالج مسائل ادارية او تمويلية او امور تطلب منك توقيع ومتابعة لجهة معنية برج الجوزاء بيظل التعب مسيطر عليكو حتى ساعة الصباح بعدها بتصير ثقتكو بنفسكو اكبر وبعمكو النشاط بادروا لخطوات جديدة لتدعم من مركزكم الاجتماعي للقمر بيخلي هاي الفترة مميزة واستثنائية بدعوكو الجو لبذل الجهد من اجل اشاعة السلام وبلوغ التفاهم انتو بدأتو في فترة تعتبر من اجمل ايام الشهر واكثرها دعم لا اليك اهمش انك تاخذ المبادرة وتكون شجاع برج السرطان ابتنشطوا في ساعات الليل بين الاصدقاء ولكن في ساعات الصباح هذا اليوم بيتطلب منكو عدم المبالغة في جهدكو الجسماني وانجاز ما بوسعكو من عمل متراكم دون الاهمال بالصحة والسبب انو الان القمر موجود في بيت متاعبكو فوجوده في هذا البيت دائما بكون مرهق ومتعب وبتتعطل كثير من الامور اهم اشي انو بالفترة هاي ما تراهن على اي حضوظ هاي الفترة بتعانو فيها من الركود تقريبا الكامل اهم اشي انك ما تجازف بصحتك او بعلاقاتك الافكار شوي بتكون مشوشة والظروف مخيبة برج الاسد حافظوا على انجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل كنت بديتوا فيه من قبل مع ساعات الصبح تستعدوا للقاء الاصدقاء وتعاون معهم ممكن يفاجئكو احد الاصدقاء بتصرفاته او بطلباته بترافقكو رياح مؤاتية رغم الضغوطات كرر المحاولة اذا اردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام الى جمعية او مؤسسة بتلتقي مع طموحاتك برج العذراء الاوضاع رح تضل مثل ما كانت في اليومين السابقين ولكن من ساعات الصباح يصير هذا اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على عملهم بوسعكو اثبات جدارتكو للمسؤولين هاي الفترة تعتبر مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن يصير نوع من انواع القلق على احد افراد العائلة بتواجه مسؤولية او عبء مهني اهمش انك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام ما رح يكون مريح برج الميزان من ساعات الصبح مشترك بجمعكو بأحباكو بترتفع المعنويات وفرص النجاح رح تكون بشكل كبير وبترجع تمسك بزمام الامور من اول وجديد هاي فترة ايجابية جدا يسهل من خلالها الحوار وممكن تفرح بخبر او تجاوب معك بهاي الفترة ممكن يكون فيه صفر محتمل لبعض اصحاب برج الميزان واللي بدهم يسافروا او يفكروا في امور الهجرة هذا يوم مناسب لتقديم المعاملات والطلبات ان شاء الله برج العقرب من ساعات الصباح بتتغير الاوضاع وبتمنحكو فرصة لمكسب مالي الو علاقة او صلة بشراكة او بتعويض صحتكو او صحت قريب الكو بحاجة للرعاية ممكن انك تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك يعني تصير تفكر في اي اشي للمستقبل كيف دك تتأمن حالك كيف دك تضمن نفسك في الفترة المستقبلية صندوق ادخار تأمين شغلات مثل هيك وراح يكون في عندك مبادرة لهذا الاشي انك تخطو خطوة بهذا الاتجاه اهم اشي لانه شوي مزاجك متعكر بامكانك ان تيدم التنازلات وترجع عن خطوة وقرار سبب انك انت اتخذته سبب ازعاج اليك او سبب ازعاج لغيرك هاي الفترة غير مناسبة لكسب العدوات برج القوس في ساعات الليل لغاية الصباح اي عمل كنتوا بدأتوا فيه حاول انك انت تكمله ما تبادروا لعمل جديد حتى ساعات الصباح حتى يصير اليوم هذا مناسب لالك مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعك وتعزيز شراكتكم حاذر من الانفعالات يصعب التفاهم معك ممكن تدخل في ورطة او في مشكلة انت بيغنى عنها الجو شوي متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة على الساحة اهمش انك تكون صبور وهادئ وما تتذمر الفترة هاي خالية من الحضوظ والسبب ان القمر موجود مقابلك مباشرة بضعف طاقتك وبشحنك الشوي بالعصبية برج الجدي في ساعات الصباح ورغم تراكم العمل انتوا عندكم قدرة على انجاز الكثير من الاعمال اهمش انك تنظموا جدوى الغداء وجدوى الاعمالك وخضوا قسط كافي من الراحة اهمش انك ما تلتهي بالقشور والامور الثانوية ركز على الاشي اللي انت بدك اياه اعتمد على جهودك وطاقتك عشان تحصد النجاحات والارباح راقب وضعك في الصحي ممكن يكون عندك شوية قلق مهني برج الدلو من ساعات الصبح ترغبوا بتقرب من احباك وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط ممكن يكون فني او حفلة او احتفال او بكون عندك رغبة لسماع الاغاني او الموسيقى باطمئن بالكو نسبيا ممكن تجد في هاي الفترة حليف يدعمك ويدعم تصوراتك اهمش انك ما تستسلم وكرر المحاولات ممكن انك ترغب في استكشاف مناطق جديدة او تميل للسفر او المشاركة في رحلات عمل هاي الفترة رومانسية وناجحة جدا ولكن ممكن ان يكون عندك شوية قلق على احد الاحباء برج الحوت من ساعات الصباح اليوم انتو بوسعك وادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية اهمش انك ما تسمح العواطفك بالتأثير على سلوكك وادائك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته يدم المساعدة لاي شخص بيحتاج انه بكرة ممكن انت تحتاجه واذا بدك نصيحتي اهتم بأهل بيتك اكثر وعزز الروابط العائلية اكثر هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم في البداية وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا رضا الله ورضا الوالدين الى اللقاء